كنت عم تقولي من شوية مهم كتير نحكي مع بعضنا باش نبعد تاكستو هيك الحكي اساسي لانه وقت بتسمعي لحدنا عم بيحكي مش ضرورة تكوني محلة نفسانية ولا معانشة نفسانية قانيك وانجرتيك وقت بتسمعي لحدنا عم بيحكي بدون مش ضرورة تفهمي شو عم بقول بس مهم كتير انه قدر حكاكي قدر وصل لك اشياء يمكن هم ما بيعرف شو امتها و شو معناتها بس انتي سمعتيلو ومش ضرورة تلاقي له حلول نحنا حكما نجرب نلاقي حال كما يبركي نزبط الوضع بس لا امرار بس بدك تسكوت ببلش الحال بالسكوت بأول خبرته فرود عم بيحكي ومبسوط بحاله اكتشف لدى على الانكتشف ببسوط بحالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وليس قلت قبل ما نبلش هذه السردة بس حبانا نشكر كل الباترونز والسبسكرايبرز اللي عم بيدعمونا وعم بيسهموا بسردتنا وعم بيخلونا ان احنا نكفي هذا تيم يعني بليز ما تنسوا تعملوا لايك مش بس لها الحلقة لكل الحلقات وتعملوا سبسكرايب انا نوصل على المية ألف واكتر واكتر شوئي عزوري أحلام سردة أحلام بابا هلنا من الأول يعني قبل ما عارف عليك انه انت طبيب ومحلل نفساني وكاتب باية فعلا ما هيك ينقذوا الناس بيش باني بشبه له بقدون أكتر هلا ما نشوف كميل بالحديث إذا تشاهوا بعض هيك أكتر من من فيزيكمو يعني عم نعمل هالحلقة لأنه صارنا فترة بنا نحكي عن السحر النفسية والناس في كتير من المشاهدين تابعونا عم بتلوهوا منا كتير انه اللي متحكم عن السحر نفسية بليز فيكو متحكم عن السحر نفسية عم بيدهور البلد عم بيدهور عم بيدهور عم بينهاروا عصابنا منا نعرف شو عم بيصير لأنه بعد قد لبنان لعم نعيشه شوي شي استثنائي ومين غيرك لنسأل هولي الأسئلة في غاية دي في لعبة أنا شتي مجروحة يعني كتير مرتاحة مثل ما قال لي رزالة كان عم بيقوله إنه دايما نضبط حالنا أكثر لما منكون دابرسين كلمة اللي أنا ما كتير بحب استعملها بس إنه هاي دي يلي بنستعمل عادة حالتنا حالي والمشكلة إنه مش بس عال سعيد الشخصي مضبوط وكمان البلد وبالعالم كلنا منا منا مرتحين فا أول شي كيفك؟ ماشي انت كيف؟ ماشي ماشي بنا نعرف بنا نشوف معك كنا أنا ومعين إنه كيفينا نقطع هول الظروف يلي عم نقطع فيهم كيفينا نتحملون كيفينا نعلاجون نحنا إذا وعلي يعني نحكي فيهم لأنه في كتير عالم مسلا بابعتاد مش إنه ما عندهم الأدوات يحكوا هول المشاكل بس بقى كتير صعبة تعملها ايدنتفيكيشن يعني تقدر تلقي لها كلمة أو تفسير لأنه بحس هلا كل شي عم بيصير بذات الوقت يعني خلصت الصيفية أهلا باطلة اجوا المختربين جربوا يعادة تأهيل الاقتصاد جربوا يدعمونه هلا فلوا كلهم ماشي حاسين حالنا متروكين بس هيدا الجو الخفيف يعني ذاكي راح يعني بعد السكرة في الفكرة ما هيك ومعرف عم بحس العالم شوي عم بيرجعوا على اكتئاب كأنه من بعد كرشي اللي صار كأنه عشنا بدينايل هيك بحزيران وتموز وقاب وإجا الخريف في في اكتئاب بدون شك يعني على صعيد فردي وعلى صعيد جماعي مش ضروري نرجع نحكي عن الأسباب أنا انتبع هلا اكتئاب هايتا صرنا بعتمون عم تحكو عنه كل مرة عم ينحكي عنه هلا اكتئاب صار شي مش طبيعي حتى بين هلينين بس اللبناني يلي عم بجابي كل هالقصص هادية عم بتصير من خراب من دمر من حالة الليرا وينصرنا من المستشفيات من الطب الطب النفسي يعني فيه أزمة كبيرة كتير ما بفتكير عشناها في لبنان قبل هايدي الفترة دليل على ذلك عم بحبش عذكرها انه بالحرب الاهلية اللي صارت بين بين 75 و 82 يعني سبع سنين سبع سنين حرب أهلية الليرا ما انتقريت كان باول حرب كانت 75 كان الدولار بيسوى 3 ليرات والليرة بتسوى 6 فرنجات أو هالشي قطعوا سبع سنين حرب أهلية دمار و خروة اللي دا ظلت تلمعية وما كان رياض سلامي بوقتها كان صغير بقى هيدا شي يلي بدل عن صحة اللبناني بسطرها لانه فيه فكر واحد العكس انه فيه صحة عند اللبناني بتا يقدير يجيبه الموت من الخمسة و سبعين لليوم الفين و اثنين و عشرين كم سنة بيعمل سبع أربعين سبع أربعين سنة مظلوب مظلوب بقى هيدا شي عشرفنا يعني مش عم بولت حتى نحس على حالنا أقوى من ما نحنا بس عدا شرف اللبناني انه عم تقدير يضاين و عم بعاشر الموت كأنه الموت بتعشر بس عم بعاشره ماذا قزك عم بعاشر الموت؟ كيف تقولها مين بتعاشر اللي مين بتعاشر الصحبة يعني بمعنى لقيت الصحبة وبالك مين انت؟ وبالك مين انت اللبناني عم بعاشر الموت من الخمسة و سبعين هلأ فيه اشياء صارت بهال سبع سنين خراب كتير بس انا دايما عندي سؤال مازال الوضع كان لهالدرجة سيء ليش الليرة ما نهارت؟ ضلت متل ما هي سبع سنين برأيي دو مجبور ما كنت انه في يعني من نسمي اقتصاد الحرب الايكونامي دو جاغ بس انه يعني اذا بنا نفكر فيها بطريقة سهلة سبع سنين حرب أهلية مفروض الليرة تقشوت ما عشته ضلت متل ما هي لاثنين وتوانين تاتة وتوانين بس اجا امين جميل على الحكم هلا هيتا برأيي انا دليل عن صحة اللبناني هلا مش معنات انه اليوم ازقشت الليرة لهالدرجة معنات اللبناني صار مريض بس بدون شك انه الاشياء اللي عشنيها لحديث اليوم بتدل على هالصحة نفسية عند اللبناني مع انه في ازمات في الدبروس في على في عدم النوم في كتير اشياء بتدل انه في ازمة نفسية بس انه هاي الازمة النفسية اللي هي على الصعيد شخصي وقت بتمشي معها على الصعيد جماعي بس صعب كتير انه الواحد في ازا كان مدبرس ازا كان مدبرس طيب اوكي في حكمة في فينو نساعدو في معالجين نفسيين فينو نساعدو بس انه بيوصل على وقت ما في شي بره بخليه يكون عندو امان ما في امان ما في افق يعني ما في افق يعني ما عم بيقدر يشوف شو دوريزون بس كنا كنت قم تحكي دغري شبهت حالتنا اليوم والحالة اليوم بياللي صار بالحرب هيدا بيفسر انه في ناس اليوم بيقولوا كنا عايشين احسن بالحرب كنا مبسوطين احسن لانه غريبة كتير واحد يسمع هيك حكي لانه كنت في موت كنت في دمار كنت اكتر من ميتان وخمسين الف شخص ميتوا بالاحدث وهيكي اليوم نحنا بننقذ انا ما عاشت الحرب ومعين انت ما كنت خلقان تنقذ لما بتسمع ناس كنا عايشين احسن اي لا وخاصة انه العالم كانت مسلا تروح على المدرسة من ليلة وضحاها في الكامارات دوكلاس تبعك التلميذي كانت معك بالصف ميت ايش في النصين او فيها يعني تخيل انه بيوم بشوفك يوم ما بشوفك وهيدا شي كتير طبيعي ورغم كلها هيدا الشي العالم بتقول انه بعد ايام الحرب كانت احسن من هلا اللي هو شي خي يعني خيال اللي عنا كنا عطل بعض على الهوية ان احنا صعبة لاننا نتصورها نفهمها يعني انا ايش وواحد عم بيقتل شخص مثل انه مسيحة او مسلم ايه كيف بتفسرها اخبركم قصة صارت معي انا مع اتنين من اصحاب القراب كانو كنا صعنا بالثمانة وسبعين والثمانة وسبعين كانت سنة ايتورية بهال معنى وصلنا له انه الهوية صارت فيها تكون خطر مميت يعني اصبح الواحد قطع على حاجز بالغربية وهو هويته ودينته مسيحية كان فيه موت على الحريق او اذا بيلفز كلمة بندورة بطريقة غير بندورة بروح بروح قالوا يلا انا برجع معك كان سرده جوزيف سرده اربع خمس سنين او ثلاث سنين ما اجي على لبنان بالطيارة بقل له توني لجوزيف قالوا ليك هلأ بدون يخدونا من الطيارة بالبوس بدون يخدونا على المطار لا بتعايت له توني ولا بعايت لك جوزيف ابو عارفين نروح فيها الاسيمة ايه قالوا خلاص خلاص اوكي واطحين قالوا برجع طرعوا بالوتوبيوس حشاء وعالم وجو اسود الناس بتحسيها حزينة حزينة ومتلك انا مويتة يعني ما بقى جوزيف بعيد عن توني بقول لأ بيجي بدو عايت له قال لي مت عايت لتوني مش رايت له توني مبسط من حاله انه كمشا قالوا دخلك ما عدت قدت لي وين عمدته الولد طرعوا البوس اللي كانوا فيه صار اسود اكتر اشترع على حاله هو قالوا بقية جامعة عمدته بس قالوا بقية جامعة عمدته والضحك ماكسيموم بالباس كل الباس اللي كانوا هيك بوشوا اسودا صاروا يضحكوا هايدي شغلة بسيطة بس بتدل بس منو تفصيل ايه بتدل عن قوة وروح المزح والنكتة اللي بتخلي الشخص يتغلب يتغلب على الموت ما فينا نتغلب على الموت الا بطريقة واحدة انو كل مويتين طريقة واحدة فيه نتغلب على الموت نتحك اليه هايدي بالحرب هاي بالحرب ايه اذا اليوم ما فينا نتحك على الحالة اه فيه صعبة اكتر صعبة اكتر لانه اول شي بين اليوم والخمسة السبعين سبعين سبعين ثمانة والسبعين هاي الاشياء كانت واقفة بعد عجرية بطة بتوقف عجرية يعني اليوم وقت بقولوا الناس ما عنتم سمعون وانا كمان بسمعوا نقفت بأيام الحرب كانت احسن ما بقولوا كدنا مبسوطين لا ما كدنا ما بفتكر صح وقلوا كنا احسن بأيام الحرب صح اول شي انهيار الليرا بخلق اليوم بفتكيت اذا سألنا الصراف بسوء صعر الدولار اربعين ديرا اربعين الفين اه بارعين الفين صار لها بالأول سبع سنيني اللي حكيتكم عنه ليرة ما أشطيت من وقت لهلأ من التسعين لهلأ وآخر آخر أيام اللي عم نعيشها بطل عندها أي قيمة صار الدولار بعد أربعين ألف ليرة هذا الشي بدء بنفسية اللبناني أكثر من حالة شي تاني قوة القوة المادية اللي كان يفتغل فيها عن الليرة طبعه صحة تعرف كنت عم تقول أنه الطريقة الوحيدة اللي فينا نتغلب عليها الموت هي عبر المزح نحن بأربع قاب كان في رفيق ميديا أجا كان بيته عالبور وتكسر بيته وكان حيموت الزرمي أنا بذكر كنت قاعد هون بدي الجرس ميديا بتفتح البيب بشوف أنا بشوف المنظر ميديا بتصير بيضة بيفوت رفيقة مع رفيقتنا عم بتساعده الزنمي كله أزرق لأنه البلاست ضربته وصار كله أزرق أنه نوقع ورم كتفه كان مخلوع يده كانت عم تنزف كان في شي فايت أنه راح تروح يده عشوية ومحروق دينه الزنمي وكوع ومشقف وهايك كله كان مشقف يعني إزاز وكل شيء وهايك الزنمي منه منزل يعني إذا بتشوفه بتخاف بتقول إنه هيدا ميت أو راح يموت أول ما فات هو الزنمي هيك بنعرفه نحن من قبل بيضحك وخفيف فات أول شغري قال إنه هول مش سبابيتي هول الجارعتين إياهون عنده شوية زوب أول ما فات يعني إنه نحن عم نطلع فيه لأنه طلب يجي لهون لأنه كان ضيع التليفون وهيكي فأول ما فات أنا وأنا ومعين إلنا أوكي هيك ببالشي بشأن إحنا عم نضحك الزنمي ما كان منظر يعني إيه عملوله عملوله شي ميت أوطبي يعني عشو اسمه بعدين لما أخدنيه على المستشفى وكل الوقت يلي مضيه معنا هون عم نحكي شي ثلاث ساعات قبل ما نقدر ناخده على المستشفى لأنه مفاولين كانوا مفاولين وطوارئ وينما كان كان في كتير ناس عم بيروحوا كل الوقت عم ينكد يعني بالآخر نحن إنه سوري للناس يلي عم بيحضرونا بس إنه كان في دم وينما كان وكنا خايفين عليه يعني كانت يعني كانت يعني الطوارئ مثل الطوارئ بالمستشفى كله دم وينما كان ببيت وهو عم ينكد فأول شي يعني هو 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 يلي هو نصاب نحنا ما كنا بنا شي الحمدلله هو يخفف الجو هو يخليه نفس نفس الجو ايه نفس الجو ايه نفس الجو ايه ومعين انت كنت أنا بذكر بس أقول لا ففاتت شغلي بإيده فتغذلك الإيده يعني أنا كنت عم عم حط ضغط على إيده كرميل يلحم الكابيلار يعني كنت من وقف النزيف فأنا عم مسك له إيده عم برجف لأنه كان صليش نص ساعة مسكة شو قال إنه بليز لأ أنا هلأ شوي بعم بعم بسترس وضرت لما بعم بسترس أنا أول شي مستوعبت فكانت إنه عم بقول شي هو عم بناكت أم لاحظ عم بناكت آخر شي لاحظت إنه كان عم بناكت فبلشت أنا أتضحك يعني خليت حالي أتضحك مع إنه كانت شي مخيف يعني كنا خايفين عم نفتش عم حتى كمان أنا بتذكر بس رجعت لعندي عالبيت كنت مع رفيقي كله أزاز على الأرض يمين شمال أكيد مش منظر وهذا الليلة يعني أربعة طلع فيه رفيقي اللي ما طلعهم بفرق عاط وبلشنا تضحك شي ربع ساعة أمان لأنه أكيد كمشهد سوريالي وما حدا كان عم بيستعوب بس هيدا دليل على كيف المزح عن جد أداة تتخليك انت بركي مش تستعوب أو تتأقلم بس تتغلب 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 في قصة ثانية لخبركم يا حلو كتير بس بقصة بفيلم اسمه باتش أدامس باتش أدامس مع روبين وليامس وبيت كوياتي بالفيلم اسمتورة باتش أدامس تقريبا عم يجري يعيش بالفيلم روبين وليامس مهضوم كتير بضحك وبنكيت ولاحظ انه وقت اللي بيمزح وبنكيت بيخلق جو مريح وحتى لو لو الاشي عويسة كتير هو عم بيقدر يتغلب عليها بالمزح مثلا بفوت بالغلط بالمستشفى على قوضة فيها أولاد عم بيعملوا شيميو ترابيه ما فيه أقسى من هيك صورة علينا راسهم بدون شعر نايمين بكل واحد بتاختبه بفوته ويطلع ويطلع فيه شو ببلش يمزح ويتكتب بصير يضحكوا صار يضحك الأولاد اللي معدومين هلا تعرف على على واحد بيتر كويوت بالفيلم تعرف عليه هاتاك ما هضمه بالأول بالأخصات صاحبه هي عنده عامل كنسير في بنكريام يعني عنده بعد شهرين تلاتة بموت فيه بحيطوله لباتش بقولوله بدو هيك عاخصة بفوت بلاقي مرته وولاده ريكعين حدا بتاخد عم بودعوه قرب باتش عدا بس قامت قامت الام اخدت الولدان وضهرت بقل له المريد المويت بقل له باتش شفتوا ولادي شو حلوين بقل له باتش مرتك كمان ما بحشي ما فيك تدبه ما فيك تدبه للوضع لبعدين بيخشى ضحك المريد بيخشى ضحك وبيقول له بالانجليزي باتش يور كيلينج مي متل ما منقول موتني من الدحك بقل له باتش يور كيلينج مي وبموت بموت يعني قصة فظيعة بالدل أقدي بالمزح بروح النكتة فينا نخفف من وطئة أصحب شيء لنا كلنا هو الموت بحقق قصة كمان بتزيد الأمثلة عن هذا الوضع بس يعني في كتير عالم كمان هنا ما بصير في مشكلة أو ما بصير في أزمة أو فاجأة أو أواتف أنا بنتر النكت لأنه النكت بقاتت كمان أنه أول خطوة لا خلاص نتخطى إذا بدك المشكلة أو نجرب اللي احنا كتير قوية لبنانية لنكت كلوقت لنعمل ميمز وستيكرز ونكت هاي صحة ما لازم ناخدها مثل كأنه نحنا ضعاف كليبنانية أو باستخر الأمور بالعكس هاي دي صحة بتبين عن صحة في بعض العالم بتفكر أنه لا إذا نحنا متطلع عن نكت يعني عم نستخف بالموضوع أو ما عم ناخده جدة بس لا هو جزء من خطوة لقدام كما أنه نحنا نلاقي بركة حال أو شو شو عم بيصير هي هو حل على الحارك يعني وقت يلي صاحب كوني اللي كنت عم تخبر قصته وصير وقال كوني على الحارك في دحكة والتحكي يعني روح النكت اجيت فواتت كون بشي ما قلوا عليها ما عشو صار بأربعة بدنا أربعة بالناس ميتة مدمرة نصف بيروت الدماريت وهي دا هالصاحب كون بهالمسحة يلي مزحة طلع كون من هال التانيل فيجين كانوا اللي كنت عم بتشوف خرص يعني في شي بكلمته غير كل الشيات فهي دا مؤقتاً هاي دا مؤقتاً طبعاً ما فيه دل الواحدة اللي هي بس هلا انت عم تحكي عم تذكر قدير عم بيجي فيديو بأنترنت وقصص قصص بتاخد العال بتحك بتموت كيف بيقدر الليبنانية يخلقوه على الحارك هاي دا قوة وما لازم ما كان عم بقول معين ما لازم أفداً واني اعتبر إنه لأنه مزح وضحك معنية شي ما بيسوى أو في ضعف بالعكس المزح وروح النكدة أو نحن اللبنانية بس شاطرين نتمنيك يعني ما بنعمل شي بس لايضاً جزء كتير مهم ايه غلط طيب هاي دا اذا بدنا إنه جواب أو حل مؤقت بس اليوم أول شي أربع أب ما فينا ننكت عنه أوكي هولي كانوا مؤقتين بس كباد كينيس بس إنه أربع أب بس بتدعى الصعيد الشخصي فينا نتضحك يعني إنه ما فينا نقول هاها أوكي لك شو صار بأربع أب هذا الشخص ميت أو نا فينا نتضحك عن يلي صار فينا اكزاكلي لأنه ما حدا له حق يقول أنت كيف تحسي عن شو صار فيك ايه كل واحد خبر أنا بتذكر أنه خي خبرني لما كان بالسيارة هو وريجي عبدو يجري بيفوت عبيروت عم بيوصل كوزينتي ومخبرتك إيه هالقصة نا خبتو يفوت عبيروت وقال له ما فينا نقطع من المرفق لأنه كله كله مضمر وكانوا يخذين عمتي عالمستشفى فحالتنا حالي يعني وطلع بالسيارة قالت له طيب حط جوجل ماب أوكي لديلنا عالطريق التانية لما ناخد نشوف كيف أنا نروح لما نقطع عالمرفق قال لي несمعوا الصوت المرة تتعارف كيف يقولون قوغل ماب analystية prod Yahweh مرنا ش للوحي تعارف مرنا شلوحي ما بي رفزو عمرها وبيقول كيف يتبول ما فيه تج japوكبر两 بعين you will encounter traffic you will encounter traffic بكث BECAUSE OF cuando يى الصوت بيروت بلست اه نسموها بيروت بلاس اي اي دغري جوجل ما بذبطوا حالو لا يفسروا وفرطوا بالضحك عالسترس اكيد فرطوا بالضحك وبلش جوجل لحقوا لخي لفريد نعرضها كنا مثل ما كنت عم بقول حالتنا حالي طب هولي القصص اوكي بيضحكوا ونحنا بنعرف قدي بيرايحوا وبيطلعوا استرس بس نحنا هلا الحالي مش موقتة صارنا ثلاث سنين عايشين بحالة كتير صعبة باللبنان وبالعالم بس باللبنان خاصة اي من يعني ازمة اقتصادية انفجار مرفق بيروت ثورة اول كنا مبسوطين بعدين بطلنا مبسوطين مصرياتنا معجوزين بالبنك صار في كورونا يعني ضربة وراء تانية ما فينا نتحكي للوقت فاليوم كيف فينا نهدي شو بيخلينا شو بيخلي الانسان يقدر يهدي اذا ما معه ما صار يروحا وحلل نفساني او علاج نفساني او ياخد ادوية لانه في ارقام اليوم بيطلعوا انه في كتير لبنانيان بياخدوا ادوية ايه وهو الاشخاص اللي عندن حظ يعني الانم اللي ما عندن حظ او اللي ما عندن يعني بيتحرش مع تبيده بسيكياتر اوكي يعني طبيب نفسين للأطفال عندها عم بحكي انا ويها قلت الله شو عندي كوليد عندي تنقول سامي في راس ميرنا والرابع اي دي اي دي يعني يعني الرابع ما سمته باسمه ما عارش شو لاصلنا سمته اي دي يعني استعملت الشخيص لطب النفسي تحتى سميت ابنها وقفت مرة زكية كتير بتلابنام شو اسمه التاني اسمه التاني شو اسمه مريض اشتلت تضحك قلت الله خلينا نحكي شو سوى لانه هاي دي من اضرب الشغلات انه نحنا نستوعب لهالدرجة الحكي الطبي الحديث الطبي تنصفي عم نسمي ولدنا باسم المرض فاهمت علي مرة متل هاي بدون ما يكون بدا سميت ثلاثة ولد بقى سميون وصيت عربعي اللي هو عنده مشكلة سمته اي دي هاي من اضرب الاشياء لانه نحنا وقت يلي بصير بين ايدينا نحنا عمل قول الشعب اللي بداني بطريقة عامة وقت بصير بين ايدي اسمه التشخيص الطبي بصير بيفتكر حالو انه اذا سمى ايدي دي و ايدي ارش دي او يلي هنا او بتي اس دي سافة هوا هو فاهمان الوضع هؤلاء الأشياء تشخصات البسيكاترية ما بتهم شيء تسمح للطبيل النفسي يفرق بين مرض بينهلين ومرض تاني تقدري على تدواء نقطة على السطر ما لازم نستعملون يعني نجم ننتبه أهل وأصحاب وأرايب أنه ننسى أنه فيه ADD وADLHD و PTSD هؤلاء أساس طبية مالون عازب مش برس مالون عازب خطرين يعني وقت سمت ابنها هاي المرأة اللي جاي اللي عندي ومبينة لها زكية وثمانية عندها أربع أولاد وقت سمت ابنها الرابع ADDHD شيء بخوف هلأ فهمت وفدت أنا ويها بالحديث وحكينا مثل ما عم نحكي مثل ما عم نحكي هلأ لاحظت أنه هاي الشغلة ما لازم تحد المشكل أنه الطب بطريقة عامة والطب النفساني بالأخص بهالأسامية اللي نزده بالكتاب يلي هو منسميه DSM4 أو DSM5 موجودين فيه نفتكر حالنا فهمنا ويتمين نسمي ADD ما فهمنا شيء بالعكس سمينا ADD على اسم على تشخيص الطبيب يلي هو عم بشخيص إنه بصدت بحالنا أنه لقاينا الاسم دائما لقاينا شيء غلط استبقنا الأمور يعني نسكرنا عنه لأنه بصفي هيدا وولدها الرابع له هاي الشيطة اللي كنت عم بسكرها وصار ADD حقما صار ADD مثل ما نقوله نحنا كلنا هلا أنا PTSD أنا PTSD نجب أن ننتبه كثير لأنه التشخيص الطب بالطب والتشخيص بالطب العادي له همية كبيرة عندما يغلط الحكيم عندما يعمل التشخيص مهم عندما يحط مرض محل مرض ويعطي الدواء المناسب حتى يصحح مريضه هذا بالطب العادي الطب النفسي بدي أقولها مثلا فكرها الطب النفسي ما أنه طب الطب النفسي هايدي طريقة فينا نقول أنه بالعالم كله ومنطلقت من أمريكا الطب النفسي عنده كتاب هايدي دي اسم كارت دي اسم سانك فيه شيء أربعمائة اسم كل واحد أسكى من الثاني عم بضحكة كل واحد أسكى من الثاني وصيروا الناس عم بيستعملون تيسوقوا الاشياء يلي الطب النفسي مبني عليها يلي هني اللابوراتور الفيرماسوفتيكو الإدوية يبيعالجون نفسهم يعني بدلا ننتبه كتير على هاي الشغلية يمكن أنتوا ما نكون مستنظرين وانا أحكيكم بهالاشياء هايدي بس إلا كتير أهميتها ما نقع فيها فانت الانت هم تكترحه هو أنه بدلا ما نحنا تؤسوم وهو نقول أنه نحنا عنا بي تي اس دي أظبط بركي ما نقعد مع أفكارنا ونجرب نشوف شو صار فينا وبركي نسأل حذا بروفشنل عن شو عم بيصير فينا ما هيك ايه بس خلي نقوم انه هيدا نص جواب هلا بكميل على السؤال اللي طرحتوتنا نقوم اللي هو كتير كيف بدنا نعمل كيف بدنا نعمل اللي عنده أزمة نفسية ويع فيها شو بيقدر بيعمل النقطة إنه إذا بتتركي الناس على حالة بتطلق تلاقي طريقة تتسمى الوجع اللي موجود عند حدا منهم بالعيلة بالجيرة بالبناية بالمدرسة بالجامعة عنا عم بحكي عالميا إن الإنسان عنده طريقة يقدير يتعاطف مع الثاني لدرجة انه في يصير مثله إذا نتفكر اللي حكيت عنا بس يصير مثله بس يصير مثله بس هيدا شيء أساسي اليوم ياللي بضايعة معينة او ياللي بحي معينة او ياللي ببناي معينة اذا في ناس عم تتعذب وعندها وعندها مشاكل مشاكل نفسية بحد ذاتها طبعا مع مشاكل البلد الطريقة اللي فيهم يستعملوها هن يقعدوا مع بعضهم يعني مش كل واحد لحاله بيقعدوا مع بعضهم إنك أنت عندك أنا مش عم تنامي أنا كمان مش عم تنامي وقت ياللي منبرش نقدر نحكي مع بعضنا من طابق لطابق من حي لحي منصير نلاقي الطرق ياللي بدنا نجيبه فيها بدنا نحارب فيها لأزمات النفسية ما في غير حال برأيه الحكي الحكي مش بس مع الحكيم الحكي بين بعضنا الحكي بين بعضنا تنادر نلاقي وين في نقطة هي ذاتة موجودة ومنقدر نحكي عنه متخطيها ومنتخطيها تعرف لأنه كل وقت يعني هايدي بقعتدي مشكلة وجهنية أنا وياكي مدية لما كان بدي أحكي مسلا أنا عن أربع عابد تيلي لا هلأ بلا ما نحكي عن أربع عاب لأنه كل وقت نحكي فيه بس بالعكس لازم كل وقت نحكي فيه كلمة لنقدر بركة استكشف شي جديد هيك أو أتليست الحكي عن أربع عاب كتير مهم ومنه غلط إذا ما عم بضنا نحكي فيه بالعكس بالعكس مشان هيكي عم بقول نحكي بس نحكي بلغتنا بلا ما نقول بلغتنا العادة لغتنا مش اللغة الطبية لأنه اللغة الطبية برجع بقول أنه بالطب العادة بتساعد حتى الحكيم يعرف شو هو المرض شخصه ويعطي الدواء المناسب بالطب النفسي غير شي بالمرض سوى بتحكي عن تجربتك يعني بس ما بتستعمل هؤل المصطلحات الطبية هم تجربتك يومية يومية يعني كإنسان مجرد كطبيب أو كمحل نفسي أو كمعالج نفسي أهم شي هو الأشياء يلي فينا نعالجون ونحس إنه نحنا كمان عنا ذات المشكلة يلي قويت عادة بين هلينين هم؟ إلو لوجودة إلو حقوله الحديث تبعنا بعدنا حتى لو بلبنان بعد في شوية شو بقوله تابو هي تابو ما شي تابو شي تابو لكن هلا من ترجم هلا من ترجم أوك هلا إلو دي بتاخل نهية شيء كأنه عيب محرم روح نحكي عنه ومشان هيك هيدا التبو فينا نتخطي بالحديث بين بعضنا لما منا عايب ابدا انه جار يقول لجار وشو مش عبنام بلوانا كمان مش عبنام وفي جارنا بالرابة مش عبنام تعطينا قد سوى نحو وراء نتسرى نشوف شو الحال بس كمرة كنت عم بحكي مع مع رفيقتي في ناس ما بيتفهموا مثل ما كنت عم بتقول عدا انه الطابو ما بيفهموا يعني بتقول انت لشخص انا اليوم مني منيح دبرس اوكي تيني نهار تليت رابع نهار بيقلك بشرفك شت حالك شت حالك قالت ليسا حبتي انا سمعت عدة مرات مش معقول انه كستخطة قد ما شدت حالي طقت بالاخر في ناس بكمين مثل ما عم بتقول ما بي ما بيفهموا مش كل مش كل الناس بيفهموا في ناس نحنا فينا نحكي مع بعض فينا ناشي ونحكي نحنا ناقش برضو دايما بعملها هالغلطة انه انا فيني اقول لصاحبتي لانه بتفهم علي وبتعرفني مني بس في ناس متل ما قلت بيستحوا فصعب الحكي ما انه هاي انا نحظ انه باعرف باعرف اللي عم بقوله وباعرف انه صعبة وانه ما هاي القصة ما بتتجيبها بسهولة خاصة وقت اللي عم نحكي عن المشاكل والازمات النفسية صحيح هون في في حدود المشكل انه اذا منقدر نتخطى هاتبوه فائدة الموجود بتصفي هايني كتير مش هايني كتير بس انه احيان احيان بكتير انه نقدر نلاقي حال المشكلة انه العالم بتلاقي انه اذا انت عم بتروح عم بتشوف شخص طبيب نفساني او محل نفسان عفوان او عم تحكي مع شخص عن مشاكلك النفسية العالم تبرك فشل انه انت فشلت بمرحلة بحياتك وهلأ انت عم بتلتجق لمساعدة وهذا شيء كتير غلط بكتل العالم كمان لازم تفهم واكيد شوية صار في وعي على هيدا الموضوع انه مثل ما انت بتعمل تشاك اوب كل السنة مثلا بتروح عن طبيب تشوف اذا عندك مشاكل كمان لازم تعمل تشاك اوب على روحك او كيانك او انه شو عم بيصير فيك ولاحظت انا انه اذا الشي انت شجعتين اقليم دياق تمسك التليفون وتدق للشخص وتحكيه شيء كتير مهم انا جيلي عادتا بيعمل تكست بيحكي على الواتس ااب انا نبخب بيعمل كنشوف ماذا عم بتحكي مسلا ساعات عالتليفون قلت كس اختار الشغل اكتر شغل امين الاخري اكتر شغل خضحتوني بس ما حازل انه عمرا فيك تمسك التليفون تدقل لرفيك تشق عليه ابو خمس دايق عش دايق اهلا اكيد ما راح تدقل له ساعة واحدة بعد الظهر بعزدين الشغل بس بعد الظهر تمسك التليفون مش بس رفقاتك اهلك عالم تشتغل ما لا عالم تشتغل ما بتكون لاعية نفسك منهم يعني بس كتير مهمة وبتأثر وحتى اذا في كلمتين ثلاثة بس بيدل انه صوت وسمع بيريحوا اكتر من المساجات انا هيك تقول له لامعين انه انه شو بتاخد معك انا ما بحب المساجات ابدا انه بلاقي انه المساج المساج كتير كتير ناشف مش انهيك دايما كنت قل له لامعين تالفين سأل اول شي بتاخد وقت اقل ما بتضيع وقتك تبعت مساجات وبتنفهم احسن لانه دايما هوقات المساج بنقرى بطريقتين ايه بطريقتين يعني تقول انت عم بتنكت التاني ما لقيها ابدا نكتس وبيزعل بيصير في سقطة فاهم وهيك محق اشي شو محق اشي اكيد محق اشي اكيد محق اشي وكتنا عم بتقول انه كان عم بتقول انه في ناس بيخافوا يقولوا انه هندهم مشاكل لانه فشل فشل متما ناس بعدهم بيخافوا ياخدوا ادوي انا ما بفهم انا دايما بقولها لانه طيب انت باية فبعرف شو المشاكل نفسي يعني انا بيحكي عنهم كأنهم بيحكي عن الخبز وشو اكلتهم بارح يعني بس في ناس دايما مجيوبهم انا طبعا واحد لما بيوجعوا راسه بياخد بنادول اذا العين نفسه بياخد موتيليوم او برامبيران اذا بيجعوا بطنه بياخد فاسفون وهيكي واذا واحدا توجعوا روحته بيقول روحه روحه او قلبه ما علي اذا اخد اخد دوا مظبوط ها اكيد هلا المشكلة كمان مع الادوية يلي منسمونه ادوية بالطريقة العديد ادوية الاعصاب هاك هاك بيتسمونه المشكلة انه ادوية الاعصاب فيها تريح يعني اذا افضل شخص ينام لانه اخد حبة مرقيد وراق على حاله قدر نام من انه ما ينام لانه ما بياخد حبة يعني هالنقطة بس شو لازم نعرف انه الحبة منى الحل منى الحل النهائي انه عم بياخد حبة تقدر نام مرة مرتين ثلاثة اربع عبر شي ما في ادمان الادمان بيجي بعد كزا سنة على يلي منسميون الانكسوليتيك يعني الادوية يلي هني ادوية ضد القلق ما في ادمان في ادمان بعد كزا سنة استعمال وليوم مع انه انا ماني كتير ادوية بس انه باعترف اليوم من الشغل اللي عملته مع الزمرة تابولي واصحابي بالمستشفى انه طريقة استعمال الادوية اليوم ومع انه فينا انغالط اللابراطور فرمسيديك يلي بياخدو 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 مصاري الله مية والمية اللوبي يعني عندك اللوبي الصهيوني وعندك اللوبي الفرمسيديك الاول من بعد يعني بقى ما ليه يعني اذا فيني اقول او حنا عم يسمعني انه مش مشكل يتاخد دواء بس المشكل انه اذا اتاخد الدواء بتروح الازمة بروح القلق بفتكر حاله الواحد انه رجع نرجع مش الحال تترجع يرجع الالاق التاني هلا الالاق بحاد ذاته منه مرض هذا الشيء موجود عند الانسان ما موجود عند الحيوان الالاق الانغواث اللي هي اساس حياتنا بدون انغواث ما فيه انسان السؤال اسألت ايا هديك الساعة هو كيف ما نسمي الانفراستركتور بالعربي مهمي البنية التحتية ايه البنية التحتية مش تبع البنية يعني تبع الانسان كثير مهمي لانه بتبين عن الواقع تبعنا من نحن بصغر وعلى كبر ما بيقبلوها الناس كتير لانه بتدل متل ما كنتي عم تولي من شوية بتدل انه يلي عنده ازمة نفسية كانوا ضعيف لا الازمة النفسية ما بتدل عن ضعف بالعكس لازم الانسان يقدير عشرة معنى العشة يعني يقدير عشرة مش تتغلب عليه وما تقول تخليه يتحرك بس على فترة يقدير يفهم من وانجي من وانجي الانغواث يقبلها يعني يقبلها بدون ما يرخد الاليه لانه ما كنا منعرف قبل فرود ومية وعشرين سنة ما كنا منعرف انه الانسان منه كامل مية بالمية بينه وبين حاله انه في شي منسميه الزكرة الواعية يعني متذكر شو كنا عم نقول هلأ من شوية بالحديث تبعنا وفي ذاكرة ماندا واهين له هاي دي فرود وقترع لبديز بالالف وثمانية وخاصة وثمانين حضرنا الشاركو بالسربتريال شو عم بيعمل شيف اشي فضيعة مثلا بالإبنوز يعني التنوين المغناطيسة نسميه بالعربة بتنوين المغناطيسة بيعطي شاركوه أمر لشخص هو من يامو بقل له مثلا بدك تروح على على بلاس كونكورد بلري ساعة الكونكورد ساعة الكونكورد والساعة 12 بالصبوت تفتح شمسيته هاي دي بروح تاني يوم عن دو ما يعرف لي بروح على ساعة الكونكورد والساعة 12 على الضبوت بيفتح شمسيه اختبر شغلي أساسيه هي انه في ذاكرة من نوعيين له بس بتخلينا نعمل اشياء غريبة هاي دي الزكرة يدي وصل وسميها الانكونسيون اللا واعي يلي تترجم بالعربي اللا واعي أنا معاني ماني ماني فسيح بالعربي بس مفتكر ترجمتها أحسن بهذه الطريقة انه اللا واعي في عنده كوروتاستون بجراتية يجب دا نقوله هيك بس المعرفة يلي ما بدنا نتحرف عليها هاي دا نكونسيون معرفة تساوات ما بدنا نتحرف عليه مشان هيك من نحنا وصغار أزماتنا يعني أزمي شوء أزمي النفسية من نحلق بين بعضنا مش بين بعضنا بين حالنا بين حالنا نحنا وحالنا هلا بالطفولة تنقوم الوقت ما بيخلق الولد لعمل سبت تنقوم سبع سنين ما عنده أي مشكلة يقول مثلا لأمه ماما بدي قتل البابا وأنا بدي تجوزيك فسيعة مبنية الانسانية مبنية على هالكلمتين ماما أنا بديتو البابا بديت جوزيك بقول الولد بس تايدر يكون انسان وعامل اجتماع بهالمعنى بين هلالين بدو يتخطيهم لهولي تايدر يغيش مع غيرو مع خيو مع جيرانو مع جارو طب كي بدو يعمل بيعمل هال مش المشكلة هالعملية النفسية يلي منسميها بالفرنسيوي روفولمو أو الكبت يعني طيق دي يطلع من بيه وأمه وسته وخالته يكبر يروح على المدرسة ويصير عنده أولاد ياخده ويعتمعه يعني يصير انسان اجتماعي يبطل ولد أمه أو ولد ولد بيه هيته شيء أساسي بقى هالأزمة اللي النوع فيها من نحن وصغار بيننا وبين حالنا نقدر منتخطيها شوية شوية على كبر خاصة وقتين للأزمة بتوصل لوقت انه منحيش لانجواث يعني ما نخاف الشخص اذا عنده قلق والقلق قوي انجواث مش انجواثي العنجواث اولا ما نسميها بالانجليزي لا لأنه لأنه في نيوانس بالفرنسيوي منا موجودة بالانجليزي اذا بدك اذا فيك توصف شو قصدك بالعنجواث كيف كتوصفها يعني هي بتبين بطريقة ما عنده اي كونترول لانسان عليها كونه يعني ما في شيء عم بيقرأ ببلش بقلبه يضرو بحس بصدره انه متكانو بنامله ايدي بلاطة بيقول لك بيجي على الكنسلترول لك حكيم عندي بلاطة على صدري شو بلاطة يعني على صدره يعني ما بيجري يتنفس وعنده احساس بالموت يعني منا هيني عبدا العنجواث يعني بس هيني اذا نعرف نحطها بالكونتكس طبعا اذا نعرف نستعملها مع الشخص هو بحد ذاته تقدري تخطأ العنجواث ازمي بيننا وبين حالنا واجع بصدر اصلا كلي اللي بتصير مانكيس ده انقواص بروح المنستشفى وبيطلب وشوف كارديولوج لانه متل كانوا عم بيعمل السكتة قلبية دونك البلاطة العرق بيعرق بصير قلبه ويطرق متين ما بيناملو ايديه كمان كل شي بناملو ايديه هاك بتبين انقواص يعني باشي جسدية جسدية هلا كمان في قصة كتير مهضومة بنعرفها من الايبنوز يعني تنوي بالمغضاطيسي حدا منيام منايمينه يعني هو بالبهل النوم المغضاطيسي يلي ما يمرتب تنقول الحكيم بشيج من جايبته ربع ليرة بحط له حائده بقول له هايدي الربع ليرة ضاهرة من الفرن اوكي الانسان بيعمل كلوك كأنه احترم الانجواث الاريطة عدتنيها توتر او الهلع اوكي اوكي او المعانا نحنا دايما نحنا الليبنين نحب هيك لا داعي للهلع توترت بس كذلك هذه هي القصة اللي صاري تقول اوه واحد نايم من النوم المغضاطيسي بقول له اللي نايمه بقول له هايدي ضاهرة من الفرن هي بتكون ضاهرة من جايبته لا فيها شيء بيعمل كلوك بيحترق ايده بتحترق منهم مثل كأنه مضبوط هايدي الربع ليرة حرارتها كانت متر قدين هايدي الشي يلي كمان وحيوا عليه بالأول إنه في علاقة بين الجسد وبين النفس مش نفسفسيشيسم شو هلا ريتا في علاقة مش رسي بروكو بيقوله متبادلة متبادلة يعني بيدير الإنسان يعمل كلوك إذا حتى طوله على إيده مربع ليرة أو طوله هايدي الظهرة من الفرن بس بذات الوقت إذا عنده كلوك وعم بيجي بخبرك عنه أنت كطبيب أو كمحلل نفساني بتقدر تساعته إنه تروح لكلوك هايدي الشي الأساسي يلي تعلمناه 120 سنة يلي هو بنسميه التحليل النفسي مش الطب النفسي التحليل وهون بتعرف قيمة الحكة لأنه كنت عم تقولي من شوية مهم كتير نحكي مع بعضنا باش نبعد تاكستو هيك الحكة أساسية لأنه وقت بتسمعي لحدا عم بيحكي مش ضرورة تكوني محلة نفسانية ولا معانشة نفسانية بقينك وينجرتيك وقت بتسمعي لحدا عم بيحكي بدون مش ضرورة تفهمي تفهمي شو عم بقول بس مهم كتير إنه قدر حكاكي قدر وصل لك إشياء يمكن هم ما بيعرف ما بيعرف شو إمتها وشو معناتها بس أنت سمعتيله ومش ضرورة تلاقي له حلول نحنا حكما عادتنا نجرب نلاقي حال كما يبركي نزبط الوضع بس لا أمرار بس بدك تسكوت ببلش الحال بالسكوت بأول خبرته فرود عم بيحكي مبسوط بحاله اكتشف وعنده باسيانت عم بيسأل السؤالات قدردته سكوت تركنا يحكي سكت الفن طبع فرود إجام رون سكت ولا حكيم بالعالم إذا مريضه قدردته سكوت وتركنا يحكي بيسكوت وبيتركها تحكي سكت وتركها تحكي وفهم إنه يلي عنده وجع نفسي إذا عنده مجال إنه يحكي عنده منفذ عنده عنده سمع ويلي أكتر شي منعاني منه نحن وصغار هو قلة السمع من أهلهم ما يكون صغار وشو بقولوا الوصغار بس حكي سكوت خراس 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 سكوت وتعودت ما سحسوح بعده طبع عنده كلمة كتير حلوة بتقول الأهل بيعملوا مستحيل حتى أولادهم يصيروا يمشوا ويصيروا يحكوا بمبسطوا قد الدنيا بس يقدروا يمشوا ويقدروا يحكوا الأولادهم بس صيروا عم بيمشوا عم بيحكوا بعدونا على الكرسي ما تتحرك وسكوت مزبوط مزبوط أكد نعم نحكي عن الحلول أنه الحكي شي أساسي بين بعض بين رفقة والسمع أكيد والأدوية مثل ما كنت عم تقول أنه إذا حكيين بيوصفك دوا بدك تاخده بس فيه كمان شغل أنت لازم تعمله مش أنه بس تاخد الحبة وهي وبتمشي الحياة كمان نحن يعني ما حركزنا بع بعض البلد كتير حلو وإذا بتظهر كمان من البيت وبتركز على أكلك وبتظهر بتعمل هايكس ما حق ما صار يعني كمان عندهم إفاكت كتير مهم على الصحة النفسية أنه تروح بالطبيعة تروح البحر تروح البحر تعمل رياضة هولي كمان بيساعدوا كتير بس مش هني الحل مش هني الحل مثل ما أنه الدوام أنه الحل النهائي بقيت كلهم بيزبطوا على بعض يعني بيتراكم فوق بعض وساعتها بتلاقي حل الكلام عنا غني كتير في جملة عم نحكي فيها من جمعة لليوم هي اللي هي المثل العربي اللي بيقول كلمة الحق سبقت روعة شو يعني كلمة الحق يعني وقت اللي واحد بيغلط بالكلمة بيقول كلمة محلة تانية بقول وزرق لسانه بليقول تصير جسدي بس وقت بتغلط بتقول كلمة محلة تانية عندك هيدا المثل اللي حلو كتير بيقول كلمة الحق سبقت على هيدا الشي فيك تأسس شو هو التحليل النفسي والعلاج النفسي يعني من تسميه لابسوس لابسوس بالفرنساوي كلمة الحق سبقت يعني شو كلمة الحق نحنا مزاركينا مساكل يعني وما بدا نتسمع تطلع تطلع بدون ما يكون من تبهين بتجي محل كلمة تانية من النص من حمر من حمر المنزرق من هو شو قلت بيكون قال الحقيقة فسؤالك بيرجاني عن سؤالة يعني كتير مميح كلمة الحق سبقت عم نحكي عن الحق وعم نحكي كنت عم تحكي قبل كن غرفو المان وزيكرة وكل شي عنا مشكلة بالبنان مع الحق ومع الزيكرة الحق هلا من بعد أربعة منو موجود منو ما منعرف الحقيقة لهلا ما منعرف الحقيقة وعنا مشكلة مع الزيكرة كيف فينا نفسر انو نحنا دايما بالبنان منجري بنمحي كل شي عشنا ونفتكر انو اذا ما حينا الماضي رح نقدر نتقدم بقولو نتقدم اكتر واكتر هيدا منيح او هيدا هيدا غلط هيدا غلط لانو المثل كمان بقولولي كمان بعتوك نصيحة وكاما دي توي الصفحة توي الصفحة وخلص لا الصفحة تنقدر نو تويها بدنا نقرية اذا ما قرينيها للصفحة وتويناها حيلا هبتها وبتجي بوف بترجع لازم مقرية للصفحة تنادي تنادي نسكر او نطوية لازم مقرية مرة مرتين تلات هالمتر بسيط انو توي الصفحة بس قبل ما اطوية لازم مقرية هيت العلاج النفساني او التحليل النفساني ما انو ما انو شي غريب كتير بتعرف يعني مع كل شي اللي عم بيصير فينا كنا بنحكي شوية عن كيف المزح بيخلينا نتأقلم هيك بس في بعض العالم بتفكر انو اذا عم تتأقلم عم تستسلم بزيت الوقت يعني خلص انت تقبلت الواقع وما بدك بقى تحارب 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 شوية كلمة هيك قوية الشرسة بس انو استسلمت ما بدك تعمل شي وتقبلت شو عم بيصير فيك هل تأقلم هو كمان استسلم ولا لا لا لازم افرق بينهم انو في يتأقلم الواحد بدون ما يستسلم اذا تأقلم مستسلم راح تليه راح تليك كشخص راح تليك انسان في فكير عنده طموح عنده مشوار قدامه بده يعمله لحاله مع حاله مع صحابه مع عيده مع ولاده يتأقلم مش يستسلم بس فيه يكون عم بيتأقلم وعم بيستسلم بزيت الواحد ايه في فيات سيريا اكيد ايه انو اصلا عايزين نتأقلم لنقدر نكمل ما فينا نعيش بلالا لاند يعني الاشخاص اللي بنته اللي بيتوابير البنزين عم بيتأقلم هذا ما بيعني انو عم بيستسلم او الاشخاص اللي عم بيروح عالبانكو عم بيسحبوا مصرياتهم بالقطارة كمان عم بيتأقلم او بيعملوا اشتراك مع الموتر ومضطرين لانو بيعرفون انو الكهرباء راح تنقضي وعم بيدفعوا بالوي على الموضوع عم بيدفعوا هيدا معنا غير حال يعني متل ما قلت في كتير ناس بيعتبروا انو هيدا الكلمة اللي أنا معين ما منحبها الريزيليانس انو حاش تقولوا عن اللبنانية انو بس انو بس هيدا كلمة فيها كلمة زل كمان اذا عم بتحارب عم تنزل يعني ما بحس الشخص كل وقت في يكون عم بيثور يعني لا انا ما بدي هذا الشي وانا ما بدي قبل هذا الشي فيه فيه نوع من التأقلم بس فيه كمان يكون فيه نفس شوي ثائر يضله موجود بل ما يتعبك يعني تنرجع اللي كنت عم بقوله فينا نعتبر انو روح النكتة والمزح ثورة انه ثورة ايه ثورة لانو عم عم بتبين عم بتسطير عم بتعبر باشيه مش مفروض تتعبر فيها او تستعملها تتعبر لانه هذا الكلام ممنوع الكلام ممنوع او اضرب محرم بقى وقتا بننطل من شغلة اساسية هي انو الكلام لا لا محرم ولا ممنوع بتسمح للانسان يحكي الاختب 100% وفي شيء كتير غريب يعني في شيء اسمه اللي هو عن جد اللي هو ما زين كنا عم نحكي عن المزح اذا انت عاشت هيك فاجعة وبتنكت عن الموضوع العالم اللي بركي عايشوا معك هذ الفاجعة رح يفهمه بس انا مثلا اهلي بيحكونا عن حابة الاهلية وبيحكو عن شو صار انو ايه كنا نقطع على حاجز ممكن عارفين اذا رح نموت او حنعيش برجع بتطلع فيها انا اللي شخص ما عايش الحربة بيستغرب وبخاف انو كيفيك تموت على الحاجز كيف عم تحكي فيها بهالطريقة بهيك سهولة كأنو انو اه انو كيف رحت انت رحت تتسلى اه قطعت بحاجز وكيت حموت كتير غريبة وبعتقد لما الشخص بيكون عنده يعني عنده بعض معين بعد الحادثة في يحكي فيها بطريقة مهضومة والوقت بياخد يعني الوقت بيساعد بيساعد بياخد حقه الوقت بيساعد 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 الوقت اصلا ما فيه يقدد يفهم على الحارق شو عم بقول الانسان بده وقت تاني حلق الوقت التاني فيكون هاي بعرفها بخبرتك محلل الوقت التاني فيكون ثلاث دقائق او دقيقة او فيكون ثلاث جميع او ثلاث شهور يعني او سنتين بطول يعني الاشياء اللي بتنحكع على الحارق وبتاخد اهميتها فيها ما تنفهم الا لبعد فترة طويلة فهم كفهم ايه السمع اذا فيني يقول بهاي الطريقة من تلاق من شو شو حكينا اليوم السمع اهم من الفهم اوكي 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 يعني يعني تتسمع على حدا وتترك له المجال انه يحكي وانتي عم تتسمع له اهم منه اهم مشانه انه تتسمع له من انه تفهم شو عم بقول خلي يفلط يعني مش بمعنى يفلط خلي يحكي يحكي تاين سمع تقدر تسمعه في نقطة اساسية بالحياة يعني كلنا من اختبارها من احنا هو صغار وعلى كبار اللي هو تركنا يحكي ما بتصير اول بالصف ما نكون بالصف بقول استاذ مين بدو يحكي بتنرفع على ايدان ووزع الكلام يلي يلي ما قادر حكي بتظل متل كأنه صدمة داخلية بدو يبلعه ما فيه بلعه بينطور لو وقت تاني انت يقدر يحكي يعني تعرف يعني كمير كنا بنحكي عن قدير الوقت مهم انا بتذكر بعد اربع عقاب والجمعتين نحنا على الارض انا ستة جميع ستة جميع انا لأنه عندك شغل ودقل الباص طبع للمعين لك صلى جمعتين الخبرية بدك عندك معاش وعندك شغل لازم تعمله وبدك ترجع قطل له على رأسه وبالعكس أنا ما كنا عندي شغل هو كان كتير متفاهم وشاف شافني أنا والشباب والصبايا قدك نعم نتساعد جربنا ما كان بين الشي يعني اول جمعتين عم نجرب عم نشوف البيوت عم نحكي مع العالم عم نساعدين عم نجرب ما عملي فينا بس ترجعت عالشغل بس تلبست الاميس اه مصابة اللي بس اميس اليوم كمان بس الاميس فت بالاسانسور اه عم بطلع على الشغل وعم بطلع بحلب المري وفرطت بعد جمعتين وهذا دليل انه كيف اه بلش يكروا دموع ما عم عرف ما عم بفهم ليه بتعرف لما امرار ببلشوا ينزلوا دموع انتو مش انه عم تبكي البكة ما فيك تحديهم عم بيكروا دموع اه اه باعتقدت هدا دليل على كيف اول ما غيرت الجو وبطلت مع ميديا وصبايا والشباب وكنت الحالة معزول وعم عم بشتغل على لأكسل شيت يعني عم بشتغل على دوكيومون هذا فرج فرجينا انه اللي عشناه منه طبيعي وانه لازم يعني لازم تستوعب شو صار مه ما هيك انه اوقات تاخد وقت لانستوعب شو صار بفتكرة صارت مع اربع قاب عم نجح نحكي عن موضوع اربع قاب بس انا في شغلة انت بتحكي عن انه تاخد معنا لانستوعب تفتكر انت تعتقد انت انه اللبنانية استوعبوا شو صار بالحرب الاهلية ما بفتكير وهي مشكلة الاساسية لانه لو استوعبوا كان ممكن يخلقوا طرق حتى يصير في حكة من بسيط بينهم وبين الاخر هلا من كمشا ها كمشا نيلسون مندلة بافرية جنوبية يسمح لشعب اللي هو كالمقصوم يسمح للشعب انه يدير ينحكب الاشياء الاساساسية عملو ما فكير نقول رب العربي بس هال الكميشيون فريتي اي ريكونسيليا هاي قسمون حا هذا الحق الحق الحقيقة 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 والريكونسيليا يصالح على هون في نقطة كيف ني معاك في نقطة مهمة كتير لانه من بعض اللي صار متل اللي صار عنا من بعض اللي صار في كتا تسألي انه ليش الاهل بهالسهولة هايدي سامحوا هلا كانوا عم ينتقلوا من ضايع على ضايع من مدينة لمدينة مين هن يلي كانوا مجرمين بالحرب أوكي ويلي كانوا عم يعزبوا يعني التوسترنال ويبون في مشهد واحد من يلي كانوا بسيستام هيدا يعني الحكومة عم نحكي عن لبنان لا عم نحكي عن الأفريق الجنوبية بالأباختايد يعني بالأباختايد بعدها بيجي في مرة فقدت إبلا عم عم بتحكي بقيل لا يلي موشا بقيل لا أنا يلي قتته لإبليك بس قلت له قبل ما تقتله قصيت له يدي يعني يعني تماعو يكتب بشي ضد النظام قصيت له يدي هاي بعدها شغلة حافظ الأصل برشا الأصل كثير من هالنعي هالإيدان وين لأنه بعدين حرقتوه محيتو بطل موجود فيك تعطين الإيدان تقدر طمهم وحد يعني المشكلة تبعيتنا أنه ما حدينا تقدر تحد وتقدر تبكي ميتيك بديك تعرف ليش نتل أو إذا ما عرفت ليش نتل بديك تعرف أم يعني أنه مين قتله وهذا شي بيطبع على الأربع عب كمان أكيد لليوم في أغبية يلي نحن عنا يوم بالحكم للأسف أغبية لأنه الطريقة الوحيدة أنه يقدروا الليبنينية يتخطوا شو صار أنه سير فيه اعتراف مش اعتراف بطريقة رمزية أنا قتلت وأنا دبحت ونحن فيه ناس راحل ولاد وقرايب بالحرب الأهلية بعد اليوم ما يعرف ما حدث و هذا الشيء هذا لأنه ما نحكى عم ينتقل من جيل لجيل مع ذات القوة وهذا جزء من مشكلتنا وما قدرنا نطلع من الحرب لأنه ما نحكى هذا شيء ما يجع واحد أنا قتلت لك بيك خيك وبطلب منك السماح بدون ما يطلب من السماح السماح سيأتي لأنه طالما الحداد ما تم ما فيك نحكى عن كيف الأهل بيروجه للتراوما الولد بيكون عم بيكبر كل حياته عم بيسمع أنه بايو أقوى واحد كان مقاتل عمل هيك وعمل هيك وأنه الحزب بايو كمان أقوى حزب بس الفرق بينه بين بايو أنه بايو شايف شو يعني لما تشوف واحد مشقف قدامك أو شايف 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 لما تمسك رفيقك شايف الحرب شايف الحرب الولاد وجيل جديد ما بيعرف هذا الشي بس بيكبر مع الـ أنه حزب أحسن شي بايو بطل وبيعزز كمان فكرة الحرب أنه رح ياخد سلاح هو كمان بس ما بيعرف الـ ما بيعرف ليه ما بيعرف ليه هاي النقطة كتير خطرة بفتكر نقطة أساسية بال بعدم الطريقة مش الطريقة بعدم الطريقة أنه اللبنين ما طرعوا من اللي صار والمتا تبع أفرية الجنوبية صار مش راس بأفرية فصار فظيئ تيجي بتفكر برواندا برواندا أنه هاي دي الام قاعد بوشا يلي قطش لأبنة وبعدين حرقوا سمحت سمحت لأنه باعتراف أنه هو عمل هيك وبالإيدان تربطون ما ما بتقول حص ترون أولا بس صار عندما تحد محد دينا صار نحن خمسين سن محد دينا بس ما دي عندي سؤال إنت لأ إليك بذكرة أربع قاب بعد سنة نزلنا نحن على الشارع ونزلوا نزلوا اللبناني بكثافة يعني كان مشهد بعقد بعد سنتين كان نبرات البلد وبتذكر أنت صرت اموشن يعني كنا ببلد كبير المختلف أنا صار في ستين تير غاربين وهذا كان كمان سؤال قدي بأسره علينا التاريخ التاريخ قدي بأسره علينا التاريخ عشرين قبل بشهر بلشت أعمل أنجواث أنه جاية أربع أب قدي رح أقدر أتحمل رح أقدر أعمل 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 أنه بيروت لأنه فجر بيروت لأنه في كتير عجقة حولينا وهيك ضعت الطاص شوي بس تأثرت بس غريب كتير أنه بعد يومين عملنا اجتمعنا كل الناس يلي ساعدوا على الأرض البيس كمب يعني كنا مساعد هيك يعني عشوائيا عشوائيا بالأول هيك أنه كيف بدأ نساعد الناس يلي خسروا بيوت بعد يومين سوى ستة أب جعنا التأينا كلنا وفي كتير ناس كنسال السنة مش شايفتهم أقل شوي لأنه اشتغلنا سوى لأيلول وهون فرطت حبيت الامبيرونس لها مسمع غريب كتير كونسيدانس يعني وحب وهون فرطت لما رجعت شفت الناس يلي عشت معهن بفتكر أصحب مرحلة عشت بحياتي لما شفتهم كلهم هيك اجتمعهم رجعت شفت كل شي رجعت لورا وفرطت بالبكة وكل واحد كان عم بيحكي وقالولي إنه صار دوري كتحكي وأنا معروفة إنه ما بيسكت ما قدرت لأ ما قدرت أحكي قلتلون أنا راح قطي مرق دوري حضان تاني يحكي كتير اتأثرت هالسنة كنا برات برات لبنان بأربع قاب وقلت أنا قفزة مطت أوكي ممكن ما اتأثر لأنه برات بركة راح غير جاو إي غير جاو إنه إنه التهيب غير شي وهيكي وعيت بلاطع صدري هيدا التاريخ بفتك راح يلحقنا ورح يلحق كتير لبناني لآخر حيات هيدا السر السر وراء التاريخ كيف بتفسره راح أخبركم قصة صادية على صعيد شخصي يلي بتعطينا فكرة عن يلي منسمي الأمراض البسيكو سوماتيك مش تختار مثل الأس مثل الأكس دعنا نفسي للنس يعني ما بيعرفو شو بسيكو سوماتيك يعني فيك تفسره يعني الجسم بحبر على طريقته عن أشياء ما يريد يعبر عن الإنسان بالحكي أو بالذكر أو كي بعيلة معينة البي البي الجد محبوس وهذا الشي ليس مخبيينه بالعائلة أوكي مخبيينه بالعائلة ليس بقلو ينتحر بالحبس الجد تنور انتحر بأيار تاني نهار بأيار والأهل ليس مخبول بقصة الولد باثنين أيار بسيط معه بسيط معه كليزا بيسخد ويمرد بيعمل إكزيمة بيعمل قسم كيف بدك تقدر تفسريه إلا يلي خبوه الأهل عنه يعني مش بس عن موت جده انه جده كان بالحبس وانتحت يعني من أصعب الشاب يريد بيعيش الإنسان بدون ما يكون عارف لا الوقت ولا إنتين ساطر باثنين أيار بيمرد فالي يلي منخبيه رح يطلع يلي فينا نقوله بهذه الطريقة بسيطة بس مهمة إنه نحن نفتكر إنه عم نخبي هذه الأشياء ما بتتخبه ما فيشي بتخبه بتاريخ الإنسان بحيات الإنسان بذكر الإنسان ما فيشي بتخبه فيه أشي بتنزح هلا مع الإشياء اللي بتنزح الشي المهم نعبوله حتى نحكي فيه يعني يسفيدوا منه يعني نسمعونا إنه منزح الإشياء على الجناب بس ما منقدر بولا طريقة من الطرق نمحيها ما بتنمحها هيدا التاريخ طبعا لو شو عملنا أربع أب ما أحدا فيه يمحي بالعكس اليوم النقمة مش بس عند الناس اللي خسروا أرايبهم بأربع أب عند كل اللبنانية وأكتر لمح معين نشو إنه هول اللي بالحكم اللي القاضي بطار بدوا يطال لن يحكي معهم ما تتهمون أصلا بس بدوا يعمل معهم انتريفو وش عم أخلوه عم بلايقوا ميت عزو عزر بالوينين وبالقانون حتى ما يخلو را طارق بطار يروع على الأخ وينعرف مين المسؤول أو المسؤولين عني اللي صار بأربعة اللبناني بصح بقولها البساطة اللبناني بصح يعني ماذا كنت عم تحكي كيف تأثرت من وراء أربعة بعد سنتين وبعتت من وراء بالسوشل ميديا أو من وراء المقالات التي طلعت وكان في عدم أنت تعرف فيها عملة المقالات عم تحكي عن شو صار فيها أنا بأربعة عاب ألفين واثنين وعشرين ما تأثرت يعني أنه أكيد أربعة عاب كان كان هون يعني عم فكر فيها عم بعرف أنه هيدا رح يكون جزء من حياتي وما حق تخلى عنه بس بدل ما ركز على الفجأة اللي صارت ركزت على شو قدرنا نحن نعمل كشعب من بعد أربعة عاب وهيدا خليني بركة ما أنهار وإقدر عيش هيدا نهار كأنه مش أنه كانه يوم طبيعي بس مش ك ما أنه شي سيء ما أنه شي ولا شي بوزيتيف بس أنه في هال غيارة إذا بدك أنه الفيتاس أنه أوكي نشوف شو صار بعد أربعة عاب قدرنا نحن نعمل شي حلو ونساعد العالم وهذا الشي ساعد هذا شي أساسي لأنه عم بتخبر بس قصتك بتبين أنه ما خضعت للموت أنه أربعة عاب إذا بدك تنبش على كلمة تحطي أحده كأكيفالان يعني كتفسير لأربعة عاب تتحط الموت بس ينحكي عنه بالجرائد بالراديو بالتلفزيون شو بنقال بنقال أربعة متان لبناني أكتر كمان متان لبناني ومش بس لبنية ماتوا وستة آلاف وواحد نصابوا يعني شي مهول بس إذا تخضع لقوة هذه الأشياء التي صارت وفيها تكارسحنا إذا تخضع سأذهب لبنانية وذهب لبنان ما قاله معين بدل أنه لا لا يمكن أن نخضع فينا نتغلب بالمساعدة بالتفكير لنلاقي طريقة نقدر هالصدمات اللي أكلوها اللبنانية وكان أعظمهم اللي صار بأربعة بأنه هالصدمات هؤلاء اللي تحكم مش تحكم اللي فاتوا علينا من جوه وصرنا به هايدي التروماتيزم يعني الصدمة مشاك منقدر نتخطيها وبفتكر إنه نعمل من الأول إنه إذا من الخمسة وسبعين لليوم بعد خمسين سنة قوة اللبناني إنه قدر ضايا قوتوا إنه ضايا حلا أنتو عم تستعملوا كلمة ترزيليانس مضبوط منا كتير بيعتبروها عالميا إنه شي مهم كتير بس يكون شي عاطل بس بالفعل سنة نحن نفكر إنه هيدا كتير سلبية لا بالعكس نفكر هايك إنه هيدا الشي سلبية لأنه الإنسان ما عنده غير حل إذا ميت حدا حده يا بده يهتم فيه بده يطمه بده يعيش معه الزيت التقاليد تبعنا عن الموت أو لا معي اللي خبره معين النقطة هي هون إنه يا منقول أربع عاب هادمنا يا منقول لا بدنا نعرف حقيقة أربع عاب دائما النقطة الأساسية هي الحقيقة يلي أساس شغل المحلل النفساني أو المعالج النفساني أساس شغله هو هاي النقطة الحقيقة لأنه بالنساني بالطب والطب النفسي فيه علم يعني معرفة بس مش وردي قصة الحقيقة بالطب إذا مثلا إجا حكيم فات لهون وحلل مننا مدهي وعم بيطلب نقوجه وعم بيفحص تلو وعم بيفحص نقل بلش تحكي بإيدي سكوت مش عايز قصصك وتفسيراتك أنا بدي افحصك تشوف إذا عندك مشكلة بتصدر أو بالقلب بتسكوت بسكتني علميا تقدر يساعدني تقدر يعرف شو بني يشخص منصبوط ويعطي الدور لازم بس بالمشاكل النفسية مشاكل بالعكس بالمشاكل النفسية بده يحكي عنهم إذا ما حكي عنهم الواحد نموت عم نحكي عن حقيقة أرباء أب وعن كرشي قطاني وخمسين سنة من بعد ما بلش ما بلشت الحرب الأهلية بعرف أنه السؤال سألوك عدة مرات بس جابي لأنا أجاء أسأله كيف توصف سيسيين يلي حكمينا اليوم بلبنان لأنه منعرف كتير ومنيح لأنه مش بس من حكينا أنا ويك لأنه كتير نحكي بهلك لكن بدأ الكوز بجر أبدأ لك بسألك فسر لي شو صار صار في دوكومنترية على نتفكس حضرنين سيت اسموها برجع بزاكر كيف 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 يفاصل أنه كل ديكتاتور بالعالم بالتاريخ العالم عنده مشكلة نفسية ميغالومان نارسيسيك ميغالومان نارسيسيك paranoiac وهيكي طيب نحنا معنا ديكتاتور واحد عنا فريق فرقة أوكي بوطة بوطة عم بيقتلو شعبون هيكي شوي شوي أربعقاب الأزمة الاقتصادية بلا كهرباء بلا مصرياتون وهلا بلا ماي والماي سوصلت لمرحلة إنه قد ما مسممي صار في كوليرا بلبنان عم بيطلعوا الأرقام فكيف فيك توصف هول الناس شو مشكلتون هول الناس ما فيك يتوصف لحال إذا بدك الديكتذور إذا بدك توصف يمكن أن تتوصف مرحلة سيلي لحينا يعني في تكس حلوك تير كتبو إتين دولابو حلو كتير على ما نترجم ريتا ما وقفة تاخد تليفونة لا تفتيش الترجمة بالعربية أو تسأل الديكتذور بدون بدون ما نحكي عن الناس يلي اللحين ويلي بيعطوه ليجيتميتي شرعية بيعطوه شرعية لليلي عم بيعملوا هول اللحين هاي المشكلة المشكلة للناس يلي بيلحقوا الزعمة بلبنان يلي بيلحقوا ايه الزعمة أنا كنت عم بيحكي عن لبنان بس عندهم مشكلة نفسية فينا نكون صراحين ايه فينا نقول هيك بس أنه يلي كان يلي حام الطايفة مثلا أو زعيم الطايفة هذا الزنمي مش بس بيعتبر حاله قائد بس بيعتبر حاله أنه عم بيحمي عائدة دينية وهذا الشي بيخليه يكون بك درجة أعلى من الأشخاص أنه عنده هال شو بيقول الميغالوماية بالعربي بالعربي روح العظمة روح العظمة وما فيك تقرب عليها أنه خلص هذا الزنم عم بيدافع عن طايفته عم بيدافع عن دينه فالجمهور تبعا بيكون أكثر يعني بيكون متطرف أكثر وأكثر أنه هول الأشخاص بطل عندهم تعاطف مع شعبهم أنه فينا عم بيشوفوا ما بيعتبروا شعبهم أنه كيف يعني أنا ما في شي بفجئني بقى لما بيصير في بيصير شي بيصير شي بلبنان أو بياخدوا قرار يعني بعد في الناس بيقولوا ولو أنا بطل تقول ولو كل شي ممكن يصير مع هول يعني بيستغربوا أنه معقول هذا الشخص قال هذا الشي أو معقول هذا الشخص تصرف بطريقة أنه هذا النزام فهمنا كيف لا أخي أكيد ما شو متوقع منهم أنه هول الناس شو بيخليهم ما يتعاطفوا مع شعبهم يشوفوا أنه أنت عم بتقول أنه الناس ياللي حقينهم بس هول الناس ما عندهم كهرباء وما عندهم مي ومصريتهم محجوزين بالبنوك والليرة لقلهم كمان اتدهورت شو بيخلي هول الناس ما يتعاطفوا مع شعبهم ما يحسوا السؤال بيجيب جوابه معهم أوكي ولأنه مش عم بيتعاطفوا مع شعبهم عم بيقدروا بيتصرفوا بهذه الطريقة هون في قصة كمان حلو كتير صارت بنيورنبل بالبروسيل الشهير المحكمة المحكمة الشهيرة اللي اجي تتحكم نازيين سالفيتود ولونتال هي الاستعباد للتطوعي بس كمانا محلو كتير سالفيتود ولونتال بوات نورنبرغ بوات نورنبرغ بيجي موحامي انجليزي جي على نورنبرغ تايخد محل موحامي تاني اللي بلش كان هو موجود وهي تاكد درجة انجليزي بيوصل المحامي بيقال له له هيداك صار لك كذوات عم بتتسمع عن النازيين شو استنتاجت شيء قال له ايو بكنا تستنتجه اكتر بس أنا اللي بدي لك شغلتان بحولها بفنسبة من ترجمه المال اكزيست الشر موجود الشر موجود والشر هو عدم التعاطف فاسيح لابسانس دانباتي لابسانس دانباتي الشر يعني انا من دهشته اسفاد انو بتفكري بالشر مليون قصة بتجاه عراسي انو تباح والأدلوه قال له الشر موجود والشر عدم التعاطف وما خير فاسيح سهول السياسي انتبغونا لا انو بيسيكلي ما بيعتبرونا اشخاص او بني ايضا اعتبرونا شي تاني سلعة ما هيك؟ ايه سلعات حتى على ظهرنا ويقدروا يمددوا وجودهم بالحكم من خمسة سنة الى هلا ويمكن اكتر لا ان شاء الله مش اكتر ما ان شاء الله مش اكتر بس انو انو نظل نتأمل وان شاء الله تتغير الاشياء لانو حرام اللبناني ما يقدير يعطي مثل للعالم كله عن الاشياء اللي بتخصه كمواطن 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 يتريعطي بنعطي الدرس مش مش انشيل جون بولدو وقت اجعل لبنان حكي قال اللبنان رسادة انو هالباب هيدا يلي ما يلي هو يقال عنه انو هو يلي وصل انو يهدوم ينهدم الحيات اللي محدود كان بديد نمير درعونت نمير درعونت نمير درعونت هيدا اجعل لبنان قال لبنان حيات العرق اه لبنان رسادة اذا نقبل علينا انو نكون لبنان رسادة ونحنا بلد صغير واربع خمس ملوين واحد ويا رطيف الدني كلها مش حملتنا اذا قبلنا مظبوط انو نضل لبنان رسادة ونفتخر بحالنا حيات المفروض نعمل انو نقبل شو عملنا بالحرب وقبل الحرب حتى التاني سامح لنا ما في سامح بك ما سال سامح ببنان واذا ما بصير سامح ومكمل هيك جيل يلي ذكرته الجيل التاني والتالت ما رح يدير سامح انو انا اذا بيه والحالة رح تستمر منقل من جيل لجيل الشر ومنقل من جيل لجيل عدم التعطر فمنشجع الاهل يحكموا مع ولادهم ايه ويكونوا صريحين عم تحكي انت عن السياسيين وعن كيف ما بيشوفونا كبشر شو مره انت صار عندك مشكلة من وره هيدا الحكي انو اذا عم تحكي عن السياسيين بهالطريقة السيئة شو مره تلعلك تهديدات ايه 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 اكيد وقت يلي اختاله وليد عيده وهو ابنه كانوا برسيا اختلوه وفعلت ضرشة كبيرة بالبلد انا كنت معود انو بالفوتر يطلبوا مني هبكرة اجي احكي يلي فيني احكي يعني مع صويتان كتير حلوين كانوا بعد الموضوعين ماذا عارف ماذا سكنت في الفوتر راحت ما بقى حلوين راحت و قلت له مونه السعيدون هي كانت ال وقلت له وقلت له وقلت له وقلت له وقلت له وقلت له وقلت عن نظام السوري وقلت له وقلت له وقلت له فسرت كيف يمشي النظام السوري التليفون كان مسكر طبعا خلصت الحلقة وظهرت لبرة ودورت التليفون اول تليفون جاني واحد بقلي النظام السوري بده بده راسك النظام السوري راح يفرجيك شو راح يعمل فيه وضل التهديد على فترة طويلة رحت عالسفارة الفرنسوية تقلوني يا عم طب أنا لبناني بس أنا فرنسيو طب شو بدي أعمل بهيك وضاء حاستو عطوني النصايح اللي عطوني هي ما كانت نصايح ابدا في شخص تاني ناكستو كمان يقال لي الحمد لله بكرة راح يتركناهم مش هالعون مش هالعون رفع دعوة عليك ايه رفع دعوة عليك عنه يلي قلتهم طعم بحكي عنه أنا ديراكت بس إنه كانت الصحفية بالفيوتر عم تسألني عن روح العظمة شو روح العظمة وكيف هيك وحكيت مرأت مرأة طريقة هيك بالتسعة وثمينين مرأة طريقة ما طوالت كتير بس حكيت تالي يلي حكيته تاني يوم تالت يوم عشاني دعوة عرفت انه مش هالعون رفع لي دعوة وسيطة مماشي بعدين سحبة بعدين سحبة شو لما حكيت عن نظام السوري شو صار تالع لك تهديدات تليفونات أكيد يمين شمال لما حكيت عن نظام السوري أخدت أمثال عيشها أنا لأنه كان بجيلي مش عيشها شخصيا بس صارت بالوقت اللي كان عمري 30 سنة بس صارت بالأمريكا الجنوبية بالشيلي بالأرجنتين بالبراسيل كل هالبلاد المهمة بالأمريكا الشمالية كان حكمهم ديكتاتر من تينوشيب بالشيلي لفيدلا بالأرجنتين وغيرهم كانوا المحكومين كانوا من ديكتاتر هناك قصة تأخذ العائل حلوة كتير خبرتها أنه بالأرجنتين هناك نسوان بنات خيات عمات خالات أمات قرروا يمشوا وهمدين مثل بن دايرة السوداء وكل واحد منهم مع صورة ولدهم الذي اختفى بهذه الفترة يسمون مجانين أيار لفول دومان عندهم وجود تاريخي قدروا نقلوا الخوف من عندهم هن نقلوا على الأصر الجمهوري يعني صار رئيس الجمهوري بوقت خايف منهم بعدما الرعب كان موجود عنده وهو كان فيه يرعب مين ما بده وانتقل للرعب من عندهم النسواني يسمون لفول دومان انتقل على الأصر الجمهوري بقى زا فينا نعمل شي مثله باللبنان بكون عال نعمل او انا او انا انا مره بعتقد نحنا مصنع على اخي الزمانة غلطان نحنا عنا سؤال نسأله دايما قبل ما ننهي الحلقة انت شايف وسامع كتير أصص سامع أكثر من ما شايف بتعتبي اليوم في أمل اكيد اكيد في أمل اصلا ما بينقطع الأمل بحيال المنطقة بالعالم كلها وشي بسيط بفسره هده الفروض كده يحكي عن شغلتين وبلسون دو مور يعني نبض الحياة فينا نقول نبض لا خلينا نسميها أكثر غريزة الموت وغريزة الحياة عند الإنسان موجودين هول من الأول لو غريزة الموت غلبت غريزة الحياة نحنا مش نوجودين لا عدين عم نحكي ولا عم ماشي مكان بقى مكان بقى العالم غريزة الحياة تغلبت على غريزة الموت خلينا نقول عالميا تاريخية وباللبنان أكثر عملي كبير عملي كبير كان بتعقد السرد كان بتعقد السرد وأنا بدي أقول شيء شخصيا قبل ما ننهي أنا بدي أقول أنه أنا فخورة أنو أنت باية أنا كمان فخورة أني كنت بنتا وإذا أنا وصرت لهون اليوم وإذا أنا المرأة يلي أنا اليوم من وراك سو بشكرك أنا كمان بشكرك خلاتي ليكون باي يعني ما حكيتي كثير شكرا شكرا مشكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة